نحن متكلم عن اختلاق قصة للترويج للإسلام الترويج للإسلام الترويج للإسلام وطبعا نعلم أن هذه مجرد دعاية ايه ده فيه ايه ده ده إيه استخبأ إيه البوخة دي وانت إيه أخشاشة كأخي وانت إيه حشرة كأخي وبداية الفيديو كنت قسيسا مفيش مفيش في العالم حد بيحتفل مفيش في العالم حد بيحتفل بالقسوسة والرجال الدين بيعتنقوا زي المسلمين العقدة النرجسية مفيش حد حتى الإعلانات على اليوتيوب اخوتي في الله هذا الكنيسة سنحولها إلى مسجد من يتبرع لنا عقدة المسيحية كنيسة نحولها إلى المسجد فيروحوا يعني يدقضغ مشاعر ويروحوا كلهم يدقضغ مشاعر ويروحوا كلهم يدقضغ مشاعر ويروحوا كلهم السلام عليكم أخوة كما لاحظتم الحقد من هذا راشيد المسيحي عقدة المسيحية مش عقدة المسيحية كما الدعاء المسيحيين هجروا كنائس والإسلام والحمد لله إن تشهر بكثرة فعمروا المسلمين بيوت الله بعد أن هجروا المسيحيين كنائسهم وأيضا دينهم المزيف هجروا راشيد المسيحي هو قال أن المسلمين يعملون دعاية للإسلام أين المشكل؟ هذه بعض الأمور نعملها لنشر الإسلام فمثلا أجيب صورة القص الأمريكي الذي اعتنق الإسلام وأكتب عنوان عريض أن رسول الإسلام ليس رسول للعرب فقط وإنما أتى رسولا للعالمين لأن كثير من غير المسلمين الذي لا يعرف الإسلام يعتقد أن الإسلام دين خاص بالسعودية قد سمعنا كثير منهم يقولون هذا الكلام أو أنه خاص بالعرب ولكن مع انتشار الإسلام عبر الإعلام بدأ الناس تقرأ القرآن وتسأل الشيوخ والحمد لله فأي شخص اعتنق الإسلام منهم سواء مسيحي أو ملحد أو يهودي نعمل عليه دعاية لنشر الإسلام لا شيء في هذا الأمر بل هو جيد فكلمة دعاية هي تعريف الإعلان بأنه شكل من أشكال العروض الترويجية المدفوعة وهو يكون من أجل الترويج لأفكار أو سلع أو خدمات ومن خلال هذه الدعاية المسلمين يقدمون للناس عرض جميل جدا نقدم فيه مبادئ الإسلام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قصص حول أجانب دخلوا إلى الإسلام كما قلنا كي يعلم الناس أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي فقط للعرب بل للناس جميعا فالدعاية شيء محبوب في نشر الإسلام بشكل أوسع وأسرع الخلاصة الإسلام يقوم على الدعاية يا ستر ده ناس عارف الحشر körي هو ده الحشر حطت مناخيره في كل حاجة كنت أنت مالك وانت مال شكلك وانت مال أهلك أنت مالك أنت مش شغلتك أنت خالص مش حدطك أنت خالص مش موضوعة أنت خالص لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص مش موضوعة أنت خالص أنت لا أنت ولا غيرك ايه ده? ايه انت الزو دي? ده حاجة عجيبة بصراحة.